الآن يشعر شنغريحة باللي راه في مكان قوي قالوا بن علي بن علي يطيح به وسيطيح به الآن هل هذه الأيام محتمل جدا يطيح به هذه الأيام ومحتمل يخليه إلى العهدة الثانية مع تبون لكن قناعتي أن الاتفاق الذي داره شنغريحة مع تبون أنه يديه إلى عهدة ثانية هو أنه يتخلص من بن علي بن علي لماذا؟ بالرغم أن شنغريحة هو المسؤول إداريا هو المسؤول على بن علي بن علي لكن شنغريحة لا يريد أن يكون هناك في الجيف من يحمل رتبة أقدم منه بن علي بن علي كان فريق في 2015 وأصبح فريق أول في 2020 في حين شنغريحة لم يكن إلا جنرالا حتى 2020 وينعين نفسه فريق في هذا الوقت بن علي بن علي تعين فريق أول فهو يريد أن يتخلص منه من هذا الناحية أنه قديم عليه في الرتبة ومن ناحية أخرى أن بن علي بن علي هو الوحيد اللي يقدر لو كان شنغريحة يقرر لسبب أو لآخر يرسل كتائب مثلاً ليلقاء القبض على التبون مثلاً كما فعل قايد صالحة القبض على توفيق وعلى نزار وعلى السعيب بوتفليقة وأطاح بعض أزل بوتفليقة لو كان يقرر شنغريحة يديرها لو كان ما يمشيش معها بن علي بن علي لا يستطيع أن يقوم بذلك الآن لا يحتاج لذلك لأن التبون مطيع تماماً وخاتم فيه يدو وشدين عليهم ملفات الفساد انتع بنوه الفساد انتع مرتوه الفساد انتع وهو كل هذا موجود لكن الأمور تتغير يعني التبون يقدروا يجو بعض الجنرالات اللي راموا محيطين به واحد مثل القاسم العريبي يقول له سيد الرئيس انت أخر البيان وخليه يخرج في تلفزيون شنغريحة ينتهي لو كما يكون شنغريحة مطمئن أن الكتائب اللي تتبع مباشرة اللي هي سواء تعالدرك اللي يرأسها والحاج أو انتع الجيش قادر القيام بالعمل ما يقدرش قاية صالح متى استطاع أن يطيح بالسعيد ويسيطر على التلفزيون ويسيطر نهار اللي أرسل القوصب القوات خاصة تعالدرك البعض من الحركين يتذكرونها في تلك الأيام كنا في منتصف مارس جات القوصب القوات الخاصة تعالدرك والناس شافوها مرة على على التينال كما يسمى تعالد بلاصودا فالناس كانوا يعتقدوا أن الجايد صالح يريد أن ربما يذهب إلى العنف ضد الحرك لكن في الحقيقة هو لا هو أرسلهم إلى المناطق الحساسة داخل العاصمة إذاعة و تلفزيون وزارة الدفاع المناطق الحساسة حوالي 20 أو 30 حساسة جدا مش المناطق الحساسة فقط البوانتاري سانسيبل ولما كان عنده القوصب داخل قناة التلفزيون تكونوا داخل خلاص قاية ساعد هودفلقة لما بعث رسالة اللي قالت لقاية صالح في أول في أفريل 2019 الرسالة طحت عند الضباط انتع اللي كانوا في التلفزيون لكن لماذا قاية صالح نجح لأن ابن علي بن علي مشا معاه ابن علي بن علي عنده آلاف العناصر المسلحة والمسلحة حتى بالدبابات سواء الدبابات السريعة والخفيفة أو بعض الدبابات شوية ثقيلة اللي هي طاعة الحرس جمهوري لو كان ممشاش بن علي بن علي مع القاية صالح القاية صالح يا إما يواجهه وهذا يعني مواجهة متع فاصيلين عسكريين في الجيش الجزائري كانت ستكون كارثة أو يسقط الانقلاب ولذلك سعيد بودفليق اللي عين بن علي بن علي كرئيس حرس وفي نفس الوقت المسؤول على الأمن الرئاسي يعني هذه الوظيفتين اللي رغم ما زالوا عن بن علي بن علي رئيس الحرس الجمهوري اللي فيه الحرس الجمهوري وفيه الأمن الرئاسي اللي هو أيضا يرأسه تحته يعني فيه رتبة أقل منه بالقاسم العريبي لو بن علي بن علي مشا ما مشاش مع القاية صالح الانقلاب ما كان شي تم والسعيد كانت عنده مرارة شديدة جدا وقال حتى الناس في السجن من أن الخيانة جاتوا خاصة من بن علي بن علي اللي كان أعطاله الوظيفتين في الـ 2015 بعدما عرفها بواقع التي بازا اللي أطاحوا فيها بالجنرال الملياني والجنرال والجنرال الثاني يعني نسيت اسمه الآن أطاح بهم في اثنين واحد كان يرأس الأمن الرئاسي والثاني كان يرأس الحرس الجمهوري أطاح بهم وعطاله الوظيفتين لبن علي بن علي لذلك شنغريحة يريد أن يتخلص من بن علي بن علي ويضع من يضع كين شخصيتين إما الطهر عيات اللي هو رئيس الأركان من الحرس الجمهوري رقم اثنين في الحرس الجمهوري ومقرب من شنغريحة شنغريحة مدحو في مناورات عسكرية سرات قبل أشهر من ضمن جهة بشار مدحو بالاسم أو يضع الجنرال الثاني اللي هو أحد المقربين أيضا واللي ره يرتب فيه ربما باش يوضعو على رأس الحرس الجمهوري إذن نحن مقبلين على صيف أين يتم الإطاحة بن علي بن علي إما في هذه الأيام أو فيما هو قادم من الأسابيع القادمة لأن شنغريحة يجب أن يتخلص منه لسببين سبب معنوي أنه يحمل رتبة أقدم منه وسبب عملي هو أنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يمنع انقلاب عسكري أو يمنع تحرك عسكري إذا ما قرر شنغريحان يفعل كما فعل القايد صالح هذا الكلام وأنا أقول بعض الناس يعتقدوا باللي كنت تكلموا على هذه الأشياء وكأن هذا يسعدنا لا هذا يزعجنا هذا لا يسعدنا هذا يزعجنا هذا يغضبنا يعني المفروض أننا عندنا جنرالات الجيش انتعنا رهم لاهيين بالجيش رهم لاهيين بالحقيدة القتالية رهم لاهيين بالتدريب رهم لاهيين بالتدريس رهم لاهيين بالتكنولوجيا الجديدة رهم لاهيين بإدخال الدرونز على سبيل المثال رهم لاهيين بصناعات عسكرية رهم لاهيين بشراء أفضل ما هو موجود على الساحة العسكرية لكي نحموا بلادنا لو كان يجيكين عدو لكن لا جنرالات الجيش متنافسين على المناصب أو مرعوبين من أن تتم الإطاحة بهم يعني يا إما المسيطرين فيهم وكلهم خايفين بالمناسبة حتى شينغريح يخاف ما على بلوش كيف يشلوكاش كاش نهار يجي نايد في الفيلا اللي راه في في عين نعجل اللي كانت على القيد صالح وراه فيها الآن يجي بعثوله وربعا يرفضوه شينغريحة 79 عام أطفل مولا 15 عام يطيحوا ما يحتاجش حتى أنت عن سننا مولا 20 ولا 25 وهذه نقطة أخرى شوف واحدة من أخطر الأشياء على الجيوش لما نهار الاتحاد السوفيتي كانت كل الكتابات في الغرب وخرج الغرب تقول أن من أسباب نهيار الاتحاد السوفيتي هرم القيادة فيه سوى في حزب الشيوعي الذي كان يحكم أو في الجنرالات الجيش الروسي هرم القيادة كم كانوا كانوا في الستينات نتكلم الآن على الثمانينات نتكلم على 1980 واروح طالع فكانوا في الستينات كانوا يسموها هرم القيادة خاصة القيادة العسكرية تاليوم القيادة العسكرية في الجزائر شنغرحة ساوى سبعين عام العام الجاي واللي مولا ثمانين العام الجاي واللي مولا ثمانين هاي القيامة قائمة في أمريكا علاما على بايدن هم ديمقراطين يقولونه ما تروحش كم عمره واحد وثمانين يعني بينه وبين تبون سنتين وبينه وبين شنغرحة سنتين فقط لأن للسن ظروفه للبيولوجيا ظروفها بعد القوة ضعف أحباء طبيعة الأشياء تلاديك اليوم متوسط أعمار الجنيرالات في الجزائر اللي هما في هارم السلطة اللي هما في المناصب العليا 75 عام المتوسط 75 أنا قلنا بن علي بن علي تجاوز 86 الناس كلها متفقين أنه أقل شي عمره 86 كي لبعض اللي يقول لك واصل 90 أو 92 لكن خلينا نقوله 86 فقط شنغرحة 79 عام و طبعا التقدم في السن معناه وجود أمراض ما كانش واحد عمره فوق 70 سنة وما عندوش مرض على الأقل مرض مزمن ما كانش هذا استفنات ممكن تلقى واحد في المليون من البشر جاء كل البشر ليفوت 70 سنة مرات الناس يفوتوا 50 سنة تبداهم الأمراض المزمنة خاصة في الجزائر أمراض القلق والسترس بل أحيانا كان يرن في الثلاثين أطر عندو أمراض مزمنة لكن أن يفوت 70 سنة فحتما حتى في أوروبا ليفوتوا 70 سنة تدخلوا من الأمراض المزمنة هذو اللي عايشين مليح ومرتاحين فيها مبالك تل جزائر ما حيش نغريحة الآن عندو واحدة سبعة أمراض أو ثمنة أمراض مزمنة بنعلي بنعلي كيف كيف يقسم لي الضابط هذا أخونا قال لي أنه يعيا في الصعود تعد روج إلى درجة داروا له الأسانسور مريت شو سي البرمي تخيلوا من الطابق الأرضي إلى الطابق الأول داروا له مسعب أسانسور طبيعة الأشياء مؤلم جدا أن قيادة الجيش الجزائري هارمة جدا هذا مؤشر خطير لأنه كي كبر وش يصرر وربما الناس رايز جالسة ويعرفوا ناس كبار ربما واحد يعرف جده واحد يعرف عمه واحد يعرف بابه واحد يعرف يتقلق الإنسان الكبير يتقلق بسرعة في الغالب لهم إلا قلة اللي عندهم إيمان عميق طبعا الشنغريحة أصلا ملحد يعني مش ما عندوش حتى أي إيمان الإنسان كي كبر يبدأ يتقلق يبدأ ما يسمعش مليح يبدأ ما يركزش يبدأ ما يفهمش أحيانا نهيك على الأمراض اللي تمسوا كل هذا معلم أنا جيش جزائري هذا وضعه في حين أنا يخرج لك ناس يديهم لاروتريت وعمرهم ربعين سنة خمسة وربعين سنة خمسين سنة خمسة وخمسين سنة يعني عامين مولا خمسة وخمسين سنة تبعثوا لاروتريت وجنرال عمره خمسة وسبعين وثمانين يزيد يبقى في السلطة ويبقى في المنصب بأمراضه بتعبه بقلقه بضعف الذهن انتاعه ضعف الذاكرة وروحين أين نحن ذاهبون هذا خطر على البلاد علاه موش فقط خطر على الجيش لأنهم موش يحكموا في الجيش فقط لأنهم هم الحكام الحقيقيين للبلاد تبون والوجوه المدنية هذه هذه واجهة فقط بوتفليقة وما أدراك ما بوتفليقة اللي يأتي من زمن بمديا وقبله نهار اللي قايد صالح شاب اللي شعب قرر باشا ومظاهرات واحتجاجات راح نحاه عشرين سنة بتفليقة هو في السلطة سعيد يومها كان أقوى بكثير مما راح تبون سعيد عشرين سنة هو مع أخوه كان عبد العزيز الرئيس السعيد نتاو حتى الـ 2013 لما مرض عبد العزيز والله الرئيس الحقيقي والسعيد ومع ذلك بعثت له ربعة من الناس اللي قايت صالح حرفتوها والله زوج قاعد إذن هذه عندك واجهة مدنية يعني الجنيرالات اليوم موش فقط بيسنهم وبيجهلهم وبتعبهم وبكوارثهم متاع تسعينات يحكموا في الجيش وإنما يحكموا في البلاد أيضا هذه مخاطر البلاد وفي يوم الاستقلال مثل هذا كنا نتمنى وأن نحكو على إنجازات البلاد وعلى شرائم الاستعمار وإنجازات دولة الاستقلال ما كانش إنجازات دولة الاستقلال طعيفة جدا وبعض الإنجازات التي تتحققها السبعينات والثمانينات انهارت انهارت البلاد منهارة بدون حرب بدون حصار بدون زلازل بدون تسونامي بدون منهارة البلاد لكن هما في حكاياتهم كيفاش راي دير البلاد كاين بعض الناس مساكين البسطة قل هذه الجزائر غير هي اللولة في السوسيال في العالم اللي يسموها منتبوني عاوضوا يكرروها بابا غوات عجيب مع أن المفروض الناس الآن تشوف تليفزيونات وتشوف التليفونات وتشوف الأبس وتشوف هم يشوفوا العالم لكن ما زال واحد الطبقة هكذا وإن كان لأغلبية ذبابي طيب في الحال لكن كاين بعض الناس مساكين ما عاش ما شاف ما قدر يميز ما ولوه يجي يمدحلك في من يغرقون البلاد وقد يغرق معهم لأن بقى هذا الوضع في عالم شديد الاضطراب ليس إقلميا فقط وإنما عالميا ينذر بكل المخاطر لقدر الله موسيقى